شهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلال ليلة اليوم بحول الله نشاط خلايا رعدية ستشهده أغلب الهضاب الغربية وكذلك منطقة الأوراس وعليه ستكون أمطار على شكل زخط تنتقل أيضا نحو سواحل الغربية خلال ليلة اليوم بالنسبة اليوم الغد بحول الله الأجواء ستكون مغاشات بعد تلاشي الضباب هذا على سواحل الوسطى وكذلك الغربية مغاشات تقريبا على كل السواحل الغربية أما بالمناطق الداخلية بعد الضهيرة بحول الله ستتشكل خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار محلية تنتقل هذه الأمطار الرعدية ليلا نحو السواحل الغربية بالمناطق الصحراوية الأجواء ستكون رعدية ستنشط خلايا رعدية بعض الضهيرة وتكون مرفوقة بأمطار محلية بالجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء وأخرى بأقصى الجنوب بمرتفعة الهوغار وتسلي وصولا إلى الصحراء الوسطى كما أيضا الزوابع الرملية ستكون منتشرة بأغلب المناطق الصحراوية عن درجات الحرارة خلال ليلة اليوم تطروح ما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الشمالية أعلى مقياس سيكون بمعسكر غليزان وشلف 29 درجة أيضا جنوبا بغردية وبشار لن تتعدى 23 درجة بتمن راس وتصل إلى 36 درجة كأعلى مقياس بأدرار وتميمون خلال ظاهرة الغد الحرارة القصوى ستعرف ارتفاع بالمناطق الغربية تطروح ما بين 36 إلى 43 درجة وهذا سيكون كأعلى مقياس بمعسكر غليزان 37 درجة بوهران والبيض نفس المقياس بتزيوزو لن تتعدى 32 درجة بالعاصمة والجلفة 35 درجة بكل من عنابا جيجل وحتى بباتنا جنوبا 36 إلى 38 درجة بمرتفحة لغار وتاسيلي 40 درجة بغردية وبشار وأعلى مقياس بتندوف بن عباس أدرار إلى غاية إنسلاح ب46 درجة للملاحة والصيد البحر يوم الغد بحول الله البحر سيكون مضطرب بسواحل الوسطى وكذلك الغربية قليل الاتراب بسواحل الشرقية الرياح ستشتد خاصة نحو سواحل الوسطى والغربية تقارب 50 كم في ساعة تتينى شرقية شمالية شرقية على كل سواحل درجة حرات مياه البحر تقارب 24 درجة مئوية عن وقت شروق الشمس بحتى الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود ساعة 6 صباحا و 17 دقيقة والغروب على الساعة 7 مساء و 18 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظها